الحلال والحرام وما بينهم احنا نقشنا في الاسبوع اللي فات قضية الحلال والحرام فيما يخص بطولات الاهلي وايه الجدل اللي بيثار وايه الامعان دايما وابدا في تحديف الطوبة على الاهلي او محاولة تشويه الحقائق وتزييف الوقائع قدام الاجيال الجديدة من الشباب بالزاد الاستاذ الدكتور متحة العدل احنا كنا تعرضنا لتويتا كتابها الدكتور متحة العدل كان فيها التراب على الناد الاهلي على بطولاته على تاريخه على ما اسمه الفساد الممنهج وتعرضنا للجزء التاريخي فيما يخص الرد على دا اعتقدنا ان الامر انتهى دي القديمة اللي قال لك فيها الفساد والاهرام والكابتن حسن حمدي والكلام الفارغ الغث اللي مالوش اي لازمة وردين عليه وحنكمل الرد عليه في الجزئية التاريخية بالزاد لكن لما الاقي عملية تلبيس حصلة ما ان تم الاعلان عن تأجيل مباريات الاسبوع الاخير بسبب عصفة غير مسبوقة في تاريخ البلاد بسبب امطار الناس بتعاني منها لغاية دلوقت كلكم شفتوا الاحوال الجوية كانت بالقسوة اللي عاملة ازاي على طول يتم الربط بينها وبين مباراة القمة اللي الزمالك رفض يؤديها يوم 24 ويتقال اخطر انواع الكذب انك تجذب لما تصدق نفسك بص بقى شر الكذب فين انك انت كمان حتى في الزروف المناخية القاسية دي يتم الربط انه ده مجملة للاهلي عشان تشوفوا بس صناعة الكراهية راحة لفين فيقول متحة العدل اجلت تحاد الكرة مباراة الخميس لسوق الاحوال الجوية لماذا ازا تم التعصف في تأجيل مباراة الزمالك والاهل السابقة والاصرار العجيب والغريب على اقامتها في ظروف جوية ووقتية سيئة ايضا اليس فقط لارضاء النادي الاهلي وعندن في مرتضى منصور اجب يا وزير الرياضة الغاء مباراة يعني اولا مباراة الخمة لم تلغى الزمالك رفض ان يؤديها ثانيا ايه فكرة الكذب يعني والا ده المسرح يوميها ما بيردش على كل كلام اللي حصل تركب عربية وتتلكأ وتنزل تاخش سندويتشات وتخش دروط مية وبعدين طول مش عارف اوصل الستاد اللي بينك وبينه اتنين كيلو والحكام وصله والفريق المنافس وصل وبتتكلم على استاد القاهرة المؤهل يعني يجي يقولك ما فيه ماتشات يتلغط في الدرجة التانية فيه ملاعب تتحمل ملاعب لا تتحمل صحيح فيه استادات مؤهلة وستادات غير مؤهلة وفيه ماتشات في الدرجة التانية ومية تلعبت وتلعبت لكن هو ماهو انت انت عايز تقرر رسالة هو عارف عارف انه نسحب وعارف انه ما كانش عايز يلعب المباراة وعارف ان لو الدنيا ظهر والجو جميل والدنيا ربيع ما كانش حيروح ما كانش حيلعب هو عارف لانه قال الكلام ده قبلها بعشر طياب وقبلها الصبح وده اللي حنقيم عليه الدليل دلوقتي لكن هو ليه بيقول كده مع الوقت كده يبتدي يحط في عقيدة الجمهور المتلاحفين على خداع النفس ما هو انا دلوقتي لما يكون ايه يا اخي انت حتى في الدنيا اللي خطب واحدة ولا اللي هي بتحب حد وبعدين يسيبها تبتدي تختلق من الاسباب الغير موضوعية هو اللي خسران هو اللي خسران هو اللي خسران ماشي ما كل واحد يعيش حياته هو لازم انا عشان يعيش حياتي يبقى اللي قدامي خسران اه او انت دلوقتي عندك عندك اسبابك يا سيدي خدها انت حر في نفسك فعيح لكن لا ما تكذبش على اجيال بعد شوية تصدقك وتزرع جوها الكراهية للمناخ العام ايه اللي عمال يجاملك وانت عمال تقوله انه بيحاربك شوف شوف البراعة شوف العبقرية شوف لما تدعي انك انت يعني في خلاف مع وزير الشباب ازم الكاوي ها وفي خلاف مع رئيس اللجنة ازم الكاوي المشجع ازم الكاوي ها تدعي هذا الادعاء بالخلاف مع كل المسؤولين اللي بيساعدوك ما ده نوع من الالباس الحق بالباطل اه واخد بالك هذا النوع من الخداع اللي بيمطلق على اللي نفسه يصدق هذا الكلام بس اللي بيفكره واللي بيتمع عنه طيب انا كنت فاهم او افهم انه كلام كذب زي اللي بيقوله متحة العدل ده ممكن ينطلق على جمهور بالذات عامة الجماهير ولاقي اه تراشق غير مقبول بالمرة على تويتر وعلى مختلف الاا وسائل التواصل الاجتماعي هنا احنا مش مدركين انه اذا كان فيه شخص مسؤول مسؤول في نادي مسؤول في التحاد مسؤول في هيا الرياضية عليه حساب عليه كلام بس فيه تاني صنفين فيه صنف يتعلق بي مشجع لوحيسية على درجة من الوعي على درجة المفترض من الثقافة والاهتمام بالشأن العام وفيه مشجع اخر عادي بسيط لما الاقي حد عنده هذه الدرجة من الوعي المفترض اللي يخليه قائد رأي قائد رأي مؤثر مؤثر فيه مجموع ينهج هذا النهج ويجذب هذا الكذب مع انه المسألة بينة وحتى زاكرة السمكة ما تلحقش تنسى ما تلحقش تنسى الاوتوبيس ورمسيس ونزلنا وروحنا وجينا وفي الاول وفي الاخر انت بتستند الى تقارير امنية بتستند الى رأي اتحاد الكرة الى قرار حكم المباراة الناس وصلت الناس وصلت الناس ما كانش عندها رغبة توصل للاستاذ اصلا كل التفاصيل دي حتى من يملكونا زاكرة السمكة لسه ملحقوش ينسوها فاجذب هذا الكذب علشان الجمهور يشتم وارجع انا كمتحة العدل انزل في مستوى الحوار بتدني اكتر ويكتب ما هو اسوأ يعني نترفع عن عرضه لانه لو عرضنا هنرده ورد هيبقى موجع جدا لكن احنا بنترفع عن هذا التدني لانه الامور ما يصحش انه فيه قائد رأي بيأثر في مجموع ينزل لهذا المستوى فيما يخص نادي كبير وفيما يخص رموز كبيرة قيادات للنادي الاهلي ورموز تاريخية في حق النادي الاهلي مش بس حتى فكرة النتائج والبطولات والكلام الفارغ اللي بتقال انت بتوصل لدرجة انه ناس ذاته صفة في النقد يبدأ يصدق ده عشان يقوله يا أستاذ إبراهيم هسماعك فيديو بردو للأستاذ عصام سالم وهو نقد رياضي كبير يبدأ يتبنى نفس الرأي انه المباراة مباراة 24 اتلقت عشان الظروف المناخية طب دلوقتي احنا حنعرض لكن هذا الالحاح مش عشوائي طبعا مش عشوائي استضافة النجوم السابقين عشان يهاجموا النادي الاهلي استضافة النجوم الرموز للنادي المنافس عشان تهاجم النادي الاهلي طريقة صياغة الاسئلة في كل البرامج يعني زمالك كان بتظلم يعني الاهلي مظلوم يعني انت خرجت الاهلي ظلمك يعني كلها في هذا الاتجاه في نفس الوقت الحلال والحرام وتزويق تزويق الخطأ لدرجة انه هو الاساس انه هو الصح انت بتقول النقد الكبير والنقد الصغير هي دي المشكلة ان دي مش عشوائية هذه يا أستاذ بردو خطة ممنهجة خطة حطها جنب بعضها الصورة هتتوضح هتتعشق كيف تطرس حقائق الاهلي وكيف تروج لحقيقة انت تريد ان تغيرها انت عايز تغير الحقيقة عايز تحاول كذبتك لحقيقة اه فبتخلق لها كذبة تبلحها الحقيقة هنا فتخلق لها كذبة تبلحها لما الكذبة بعد شوية ناس تتصورها هي الحقيقة عندما تحتوي الكذبة الحقيقة تحتويها وتغلفها مش هابلك اللي الكذبة ترجمة نانسي قنقر